صباح الفل ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يلا بينا نجهز شوية حاجات هنستخدمها في رمضان ان شاء الله اول حاجة معانا لو انت جبتي اي قلب زبدة تمام وعايزة اللي انت تحطيه طبعا لما تجد قطعي بالسكينة بقى السكينة بتاعتك بتتبهدل ويعني بيضيع شوية منه كتير في السكينة بيهضر وفي نفس الوقت في العلبة ولما تجد قطعي مكعبات برضو نفس القصة اسهل طريقة بقى طريقة جديدة اللي انت هتجيب القلب وتقطعي ورق زبدة هتقطعي ورق زبدة زي ما انت شايفة كده مربعات صغيرة وتروح يمدخلها السكينة بورقة الزبدة ولا هيتبهدل معاك السكينة وحتشوفيها وفي نفس الوقت هتقطعيها المقاس اللي انت عايزها عايزها المكعب كبير عايزها رفيع شايفين السكينة مفهاش اي حاجة وبصوا المكعب عامل ازاي كل مكعب على قد استخدامك عايزة واحد عايزة اتنين انت حرة وتجيبي علبة محكمة دي علبة التفروير بس انت لو عندك اي علبة برضو وتجيبي علبة محكمة وتحط فيها القلب ده كله هتستمر بقى بالموضوع ده كله لغاية القلب كله ما يخلص فكرة يعني فكرة حلوة جدا للزبدة طريقة نظيفة هتطلعي كده وبعدين ما بتهضرش معاكي خالص خالص ورق زبدة لان بتاخد يعني بتاخد قطعة صغيرة انت هتعمليها صغيرة هتقطعيها صغير بص السكينة ولا هي متبهدلة ولا ايدك كلها متلحوسة زبدة وبتبقى يوم ما بقطع زبدة هبتبقى ليلة بقى شايفين وترسيها كده رصة حلوة قوي وتحط العلبة تقفليها وتحطيها في التلاجة خواريكو الشكل برضو في الاخر هيبقى عامل ازاي دي زبدة اللي هيسألني دي نيوزيلاندي من فتحالة انا جايباها بتبقى بالقالب كده دي زبدة طبيعية اي زبدة بقى اي نوع زبدة عندك بصوا الشكل بيبقى عامل ازاي في منتهى النظافة وتاخد بقى ايه مكعب مكعب كده وتحطيه في الاكل زي ما انت عايزة وكمان لازم بس تغطيها الزبدة لما بتتغطاش كويس بتنشف فلازم تغطيها كويس وما تخليش فيها متصربة هوا ولا حاجة علشان الزبدة برضو ما تنشفش شايفين حلوة جدا وعملية جدا للفكرة دي وزي ما انتوا شفتوا تحطي بس السكينة على ورق الزبدة وتقطعي في منتهى السهولة وتقفلي اللي حيسألني العلبة العلبة دي بتاع التابر وير بس اي علبة عندك حتبقى برضو محكمة وتحطيها في التلاجة وتاخذي منها برحتك تاني حاجة معنا لكده عملتلكو المخلل وحتطلكو دي دي اللي بتلاقيها في المخل برطونات المخلل الجهزة الزتون بقى والكلام ده كله طيب انا عملتها بس سألتوني احنا معندناش طيب قال انا لقيتلكو كمان حاجة تانية للموضوع ده لما تيجي تعملي المخلل لازم كله يبقى نازل تحت في المية علشان ما يبصوا الطبقة اللي فوق شايفين دي ايه دي بتاعة البيتزا جبتي على البيتزا فبيبقى فيها دي جبتيها من بره يعني بيبقى فيها ده ده لو انت خلاص مليتي بقى البرطونات لازم يتمني على الآخر وتروح يحطهم دول وتزقي كده المخل اللي تحت حينزل معاك التحت تمام دي فكرة حلوة جدا تحطي بقى ثلاثة مش اتنين انا كان عندي اتنين تحطي ثلاثة حينزلك كل الخيار او كل المخللات ومش هيبوز الطبقة اللي فوق هتعمل نفس المفعول بتاع البلاستيكة المدورة اللي انا ورتها لك دلوقتي طبعا رمضان جاي قسان طيبين وكله بيعمل مخللات وكله بيحب المخللات مع الفول في رمضان حاجة تانية عايزة اقول لك عليها بقى طبعا انت بتعملي الخضار بتاعك انا جربت بقى الخضار اعمله بكذا طريقة لأ وانت بتسويه يعني بتعملي الخضار بالطماطم احسن حاجة اللي انت تسلقي اللحمة لوحدها وبعدين الخضار تسويه الاول تديله تشويحه ونص سوى مع البصلة تمام؟ انا كنت الاول بسوي اللحمة في الحلة بتاعة الخضار يعني بسوي اللحمة مع البصل وبعد كده بحط الخضار وبعد كده بحط الطماطم الموضوع ده اسهل وكمان اخف انت لو عايز تاكلي خضار خفيف ما يتعبكيش هي الطريقة دي وبعد كده تحطيه الطماطم عملتي مثلا بسلة هتعملي البسلة وهتسويها نص سوى وبعد كده مع البصلة او بقى الفصولية او البامية او اتظر يعني هتعملي ايه وتروحي بعد كده حط اللحمة سلق اللحمة وحط اللحمة مع البسلة والجزر وكل حاجة وتروحي مزوداها شربة من بتاعة اللحمة اهي زي ما انتوا شايفين شربة اللي انت سلقتي منها اللحمة اولا اللحمة هتبقىها خف وأطعم وثانيا الكل الخضار معاكي مش هيتعبك ولا هيعملك حمودة ولا اي حاجة خالص لان انت كده تعتبر عملتيه نيف نيف ما سبكتيش كده الطماطم ما تسبكتش معاكي هتاخد بقى غلوتين مع اللحمة وخلاص من غير تاسبيت جامد للطماطم هو ده اللي بيتعب جربي الفكرة دي احسن من انت تسوي اللحمة مع البصل الفراخ لما تيجي تسلقي الفراخ وقلتلك برضو قبل كده طبعا لازم تتبليها ملح وفلفل وبصل وطماطمية كده وشوية حبهان صدقيني هتروحي بالفراخ لحتة تانية خالص غير لما تسلقي الفراخ تسلقيها بس كده لا الشربة بتاعتها بتبقى طعمة جدا وهي متتبلة والفراخ نفسها طعمها بيبقى طعم جدا ويبتبقى احسن طبعا ده للبط الفراخ للي بعمل كده برضو مع القرينب اي حاجة حاجة بعد كده طبعا احنا في رمضان بنستعمل كريمة كتير جدا بس مش الكريمة بتاعت الحلويات وتسألت فيها قبل كده عشان كده بعد لكم الموضوع ده مش كريمة الحلويات انت هتطلعيها اتسألتوني قلتوني هنطلعها هتبقى ما ينفعش انت تدربيها هتعميني بيها حلويات انت جبتي كريمة كريمة طبيعي او يعني كريمة وتحطيها في قالب التلب اهو زي ما انتوا شايفين ده قالب بتحط فيه التلب وليه غطى لازم تتغطى معاكي طبعا هتاخدي بقى المعلقة السلكم وتاخدي كل اللي في الكوباية دي بتاعت الكريمة هتاخديها دي كريمة برضو انا جايباها سايبة يعني مش اللي هي العلم وتروحي حطها في مكعبات التلج دي وقفليها كويس جدا هتطلعيها مش للحلويات هتطلعيها لبقى روز برام لحاجة بشامال اي حاجة ويت سوس اي حاجة معاكي شربة الكريمة في رمضان بتبقى طحفة لكن حلويات لازم كريمة طازة اهو انا بعيد في المعلومة حاجة تانية معانا المنبار المنبار جربي كل الناس طبعا المنبار التخين انت ممكن تحطيه في الجلده بتاعت اللي هي الجلده اللي هي بتاعت المدورة دي لو هو مفوش دهون لكن لو فيه دهون اللي هو البلدي بيبقى فيه دهون جربي بدل ما تعمليه بالسكينة جربي عمليه بالمعلقة صدقيني المعلقة يعني هتسحل عليك كتير جدا فيه حاجات كتير جدا متعودين نعملها بالسكينة بس بالمعلقة احسن في ثواني هتلاقي المنبار ابتعمل معاكي وفي نفس الوقت المعلقة بتطلح كل حاجة فيه السكينة لو انت تعمليه بالسكينة السكينة بتقطع المنبار لما تكي تعمليه المنبار بيتهري وبيفرقع منك في الشربة ليه؟ لان انت السكينة برضو یہتقطع الأنسجة بتاعته لكن المعلقة ما بتقطعش المنسقwwww السكينة بتقطع لك انت بس تقطعه المنبار على قد ما انت عايزها بالسكينة لكن جربي تعمليه بالمعلقة المعلقة تحفى فيه تنظيف المنبار وبتطلعه نظيف جدا وما فيهوش اي حاجة وفي نفس الوقت بتحافظ على الانسجة بتاعته وبالراحة وانت بتعمليه طبعا علشان ما يتقطعش منك والانسجة بتاعته تتقطع تتهري وفي الشربة حيفرقع منك هي دي نصيح النهاردة يارب تكون عجبتكم ويرب تكون استفدتم ويا ريت ما تنسيش اللايك واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم باي باي